شو مشروع الطيار بالله. عندك شفكرة على مشروع الطيار انت في حد ديت. وقبل شو كان مشروع السب ايه اللي كان فيه سامي عبو محمد عبو. شوف. انا الاتراف المتقلبة في مواقفها. ما نعتمد هيش. نعاود مرة اخرى من كلك. ما نمدها. يعني وين تقلب. فقد كذبة مرتين. باي هاتمشي ومسيرة سامي عبو. ما هي سياسية. ما قيموها هي زادة كسياسية. ترحل في العبادة. هذا يرحل. وهذا يقعد موزادة. هي قيموها هي معناها. نشوفها زادة. اذا ما ترحل او تبقى باي منطق به. في الفين وحداش بعد انتخابات. كان هما من اول في حزبها. ليه ليه نعطي فيك. هي في حزب سياسي. تحالف مع حركة النهضة. وتحالف مع تكتل وغيره. وعملوا حكومة. شوفناك الحكومة شنو اللي صار فيها. فما حتى توزيل ممثل على الحزب اللي كانت فيه. التهمة بالفساد في قضية اكبر ق برنسي طوق ومارينة. عملت تصريح ضده او ادانته او تكلمت عليه. اه كانوا مع النهضة كي ملقاوش مصالحهم. خرجوا واستقالوا من نهضة. استقالوا من حزب المؤتمرات الجمهورية فتفتو. اه سامي ومحمد عبو ديما نتحدث عن نفس المسيرة. بعد عملوا الطيار جاء وتحالفوا في الطيار. اه جاءوا وقالوا ليه احنا ضد النهضة نشوفوا فيهم مواقف معناه هذا مع النهضة مواقف ضد النهضة كل مرة كيفيش. سامي عبو سامحني ما نجمش نحترمك على المستوى السياسي بعد اه معناه الاخلاقة السياسية ووقتي سمعتك انتي وبشر شابي تتحدث في وخرج تسريب كانت تتفكروا في البرلمان. موخ نذكروا ناس خطر ناس تنسى راه. تفكرت وقت لي سامي عبو تتحدث مع بشر شابي قتلوا سامي عبير موسي مجموش نعملو حكاية مجموش نعملو لتتذكر وقتها والناس خافت عليه في البرلمان وقت التسجيل اللي خرج وقتها في 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 قاعدين هي وبشر شابي تحطوا متنجمش انتي معناها بصراح يجي نقيموك على المستوى الاخلي خسيسي انتي مارك تعمل في مينات ومعناها كيما يقولوا بالمنطقة الدرجة التونسية تكمبس وتعم في المينات وتجي معناها انتي. وكانت فسرت الموضوع. لا شيني فيك فسرته ونحنا كل واحد بتعمل لفهم واحد بشي بر يقول لي راني صحيح واخطأت مواذي مشكلة في تونس و وقت نغلطه ما نعتذروش لي انبروا الاخطاء متاعنا وبالتالي تبقى تواس. دي ريناها في مواقفها معناها تيل تلعامين هذو ما دخلوا في حكومة مع النهضة وهو ما قالوا رانا ضد النهضة ومبعد وقت لي تحت حكومة فخفي خوالي وضد النهضة ومبعد راجعوا توا مجاودة طالبوا قيس سعيد هوما هوما من اوائل لي طالبوا قيس سعيد بانو يعمل الشي اللي سي قاعد يسير مساره ذا يراه. انا نبني على محمد عبو هو اول انسان خرج بين قال حل البرلمان ش السجون. شد السياسيين فاسدين في السجون. راس الميل الفيز تحطه في السجون. موطلبوا هكا ولا انذكروا رسالة شعيرة متى محمد عبو. هشنو هاو طبق لي قالوا عليه هما. عليش وين اختلفت الوقتي ولا سي محمد عبو ما شدش رئيس الحكومة او ممثل على الطيار شد في الحكومة هذي وزير وكذا. ولينا ضد ضد قيس سعيد. وتاو يزموا يرحل. وبالتالي هما فتتش. وهك شفت حتى ما وقفوا مرة اخرى في الطيار استقال غازي الشويشي لانهم هما كل عادة متف في موقف الشياسية. بش نواصلوا مع سامي عبو اه اه ونواصلوا في الفك.